دون أي اكتراث للتظاهرات الرافضة لمحمد توفيق علاوي تمضي الأحزاب في هندسة الحكومة الجديدة على مقاس مصالحها وحصصها وفي أقل من شهر منذ تكليف محمد علاوي وصلت الكتل الكبيرة بحسب مصادر مطلعة إلى اتفاق شبه نهائي بشأن الكابينة الوزارية علاوي يقول إنه سيعلن حكومته قريبا بعدما أتم إكمال ما سماها التشكيلة الحكومية المستقلة ويبدو أن استقلاليتها في عرف علاوي لا يختلف عن استقلاليتها في عرف سلفه عدل عبد المهدي عندما بشر بالتكنقراط لكنه حبر على ورق مصادر نيابية تقول إن الكتل الشيعية الكبيرة تصر على إبقاء وزرائها في الحكومة الجديدة كذلك الأحزاب الكردية تتمسك ببقاء وزارة المالية في يدها قرب إعلان أعضاء الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة الوئام التام بين الأحزاب إذ أن عدة عوامل تؤثر في هذه التشكيلة منها التدخلان الإيراني والأمريكي ومدى نفوذ كل كتلة في البرلمان وقوتها العسكرية المتمثلة بالميليشيات التابعة لها أو المرتبطة بها والأهم مدى استعدادها لتقديم فروض الطاعة والولاء لنظام طهران لكن في نهاية الأمر تجد الأحزاب نفسها مرغمة على تعجيل إتمام التشكيلة الحكومية قبل انقضاء ما تسمى المهلة الدستورية في الخامس من شهر أذار المقبل دون معوقات وخصوصا أن إيران مصرة على إبقاء محمد علاوي ورغم التحولات التي قد تطرأ على شكل الحكومة الجديدة إلا أن الثابت الوحيد هو بقاء مبدأ المحاصصة في ظل صراع حزبي تتحكم في شدته الظروف الداخلية والخارجية وعندما لا تجد بعض الأحزاب ما يرضيها في تشكيلة الحكومة الجديدة تلجأ إلى تذكير الأحزاب النافذة بوجود أزمة داخلية وتتذكر أن الشعب الثائر رافض لحكومة علاوي وفي تقلبات مقتدى الصدر خير مثال على ذلك ومرحصاتكم